مع أمين ديب بأكستريم أكيد رح يكون ماتل ما اسمه بيدل دايما أكستريم سبورتس سبورتس فيهم رسك كتير عالي بس معهده وكله سبورتس كتير حلوين كتير مهمين رح تحكي اليوم عن شو عن الاماماي ميكست مارشل أرتس أوكي أول شي هابي نيويير مرسي لإليك كمان وعائلتي أخروا التلجات بس أجو بعرف أنك بتحب السكي وبتحب التلج بس هيك رح ناخد من وقتك خمس ثواني لنتفرج شوي على المناطق بلبنان حاليا خمس ثواني على لبنان يعني لا لا قدي عشر ثواني فارجينا شويرا للمناطق اللبنانية صور رائعة بس كمان لازم ناس يعرفوا أنه طرق صنين زحلة عيناتها الأرز معاصر شوف كفرية للمنيترا حدث بعلبك كفردبيان حدث بعلبك جرد مربين الهرمين وحدث الجبه اللقلوق كلها مقطوعة بسبب تراكم السلوج هلأ طبعا هذي مناطق يعني أهلها هونيكي واللي بيقطعهم هونيكي بيعرفوا أنه اليوم صعبة المرأة أكيد ما رح يكون في سير ولكن نحن أنه نعرف بس أهم مهم أنه نعرف أنه في أمطار غزيرة بكثير من المناطق اللبنانية وضروري أن الانتباه بالسويق إن شاء الله خير وبركة هذا الموسم يكون لأنه عن جد عانيت كثير من الناس هذه السنة من ورائلة التلش فإن شاء الله يكون في خير وبركة بتصور لأ يعني يعني بتصور صوب ويك أند الجاي برح تكون فتحة البستات صحيح يلا لكان ميكست مارشل أرز مشاهدينا الفنول كيطالية المختلطة كلنا نعرف كثير من الناس وأنا بتذكر خلال نشأتي نعرف أنه في عدة أنواع رياضية إيطالية فردية منحكي جودو منحكي تايكواندو منحكي كونج فو منحكي كيك بوكسنج منحكي كاراتي منحكي كتير من الفنون الإيطالية ما بدي أكون عم بأف حدا ولكن تعرف الفنون الإيطالية المختلطة هي شغلة من سنة 1800 من القرن التاسع عشر يعني بيعملوا هيدا الشي كانوا قبل يجربوا يخلطوا قدمة فيهم يعملوا الميكست ستايلز بالستينات والسبعينات بلك أكتر شخص يلي عمل جملة شهيرة وقال بي فو مستطعي بي واتر ماي فرند هو بروس لي يلي كان عنده أسلوب خاص اسمه جيت كوندو وقال إنه الملازم المؤاتل يكون عم بيحصل حاله بستايل واحد يجب يكون شيب لس لازم يكون متل المي يتناسب مع كل الفنون الإيطالية وتقال يبت واتر في كوب تصبح كبابا، تصبح كبابا، تصبح كبابا، تصبح كبابا، جملة كتير شهيرة، الفرنو الإيطالية تطوروا كثيرا، في عدة أورجنزائشن كانوا بدأوا نظموا بطولات، أريد أن يقول أن هذه رياضة كثيرا، إلى ناسا، إلى رياضيين كثيرا، بيوصلوا إلى مرحلة متقدمة من التدريب الرياضي والأداء الرياضي، إلى ناسا بالأداء الرياضي وبالزهنية، صحيح، عندما أبدأ أن أرى صور، صحيح، أعزونا المشاهدين الذين يشعروا هذه الرياضات كثيرا، لأنه سيكون هناك بعض الدم بالموضوع، لكن أنا أحضر اليوم أيضاً دو فيديو لتنين من أهم الفايترز الذين قطعوا، وأنا أقول لك أيضاً أنه سيكون متحيز، لأنه هؤلاء الفايترز هنه، فنون كيتالية مختلطة، من أهم الأورجنزائشن، فيه إلى قواعد؟ صحيح، فيه إلى الرؤولز، اليوم الرؤولز، تطورت لتصير مقبولة أكثر من الأداء الذي يحضر، يعني قبل وقت أبلشت الألتمت فايتينج، يلعبوا ميكس مارشل أرس، فيهم يعتبروها فايفا، ما كانت بعضها بالإعلام، وكانت عشوائية تنظم أندرغاوند، يصير عليها بيدز كثير، كان فيه كثير إصابات، وقوات حالات وفيه تتصير، مش هناك دائماً كانت تكون مرفوضة من الأداء، هلأ اجت منظمات مثل الـ UFC اللي بدي أحكي عنا هلأ أنا، اللي هي المنظمة الأقوى وحدة وهي العمل الـ Dominance، هي بلشت بـ 93 عملت UFC Night 1، ورجعت بعدين، بلشوا، هلأ اللي حتى الفيديو برجعة بكمل ليك، وبعدين بالـ 2006 صار عندها ستريمي قوي على الميديا، مش ليجل، هلأ بشرح لكي. شكراً لے اعمل موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 هذه الرياضة استجابت منهم أكثر من 36 مدينة وليس هناك يعملون في لاس فيغاس ومحلات معين في المدوس لأنه ليس كل مدينة المدينة يعتبرونها أخطر من المارشال أرتس ليس أخطر، كله يوجد خطورة عندما تتقاتل بين شخصين يوجد خطورة يوجد رزق أعلى من أن تلعب تنس أو تلعب غير رياضة إنسان من فجر التاريخ بحبيقات المبنية على التغالب والتقاتل حولوها لرياضة، الناس يتقاتلوا بالشارع، بس في محلات معينة حطولهم رولز مثل ممنوع تدرب طلبتي على الراسه بالUFC، هو بالأرض ممنوع تدربه بركبتيك، هو على الأرض بمحل معين ممنوع تدربه بانش على الراس من وراء هناك عدة أشياء اللي يتخففون، بس حتى مع رولز في إعاقات وفي موت أكيد، لعنا الساناتر مكين هي الوجه الجديد من صراع الضيوك بس هي صراع ضيوك بشرية، هذه بالتحديد شو سميها؟ عندي أنا احترام لأنه لأنه فيه لجاسي، فيه تمرين، فيه هارد وورد، فيه كثير فيه كثير تعب لو واحد يوصل إلى مين إفانتس، مثل اللي منشوفهم بالأشياء العالمية أنا ما بكذب مني ضد هذا الموضوع، أنا بيك فان فور أمامي إن جنرال وأنا تايكوندو فايتر، يعني بحب كل إنسان بيعمل ماتشل آرت بحيى الله معي، بحيى الله محل معي، أنا عندي كثير احترام لأله، كل رياضيين خلينا نشوف الفيديو الثاني اللي كمان أنا كنت متحيز فيه لأندرسون سيلفا، عامل اللي حيعمل كومباك لأنه كان كاسر إجرو اليوم فيه أفسي نايت ساعة خمسة صبح فجر الأحد يعني، صاروا 183، صاروا 183 اللي حكونوا عم بيلعب جون جونز مع كورمياي اللي هو ماتش كتير أول حيكون، خلينا نشوف الفيديو طبع سيلفا موسيقى سيلفا موسيقى 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 شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة